مشاهدين حول الملف الأمني ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميدة مقداد المسوي أهلا بك سيادة العميد أهلا بك أهلا بك نبدأ معك من حيث انتهت تقرير العملية التي أسفرت عن إلقاء القبض على 18 أرهابيا ربما كانوا متخفين في دول الجوار حدثنا عن تفاصيل هذه العملية بسم الله الرحمن الرحيم كانت عملية من العمليات المهمة وتحسب إلى أجهزة الاستخبارات العراقية نحن دائما في متابعة مستمرة لكل تحركات الإرهابيين والتنظيم وبناء على أوامر قبض صادرة مسبقا تم متابعة هؤلاء الإرهابيين وتم استدراجهم بالقرب من الحدود العراقية بعملية نوعية مهمة وتم إلقاء القبض عليهم كان أحد هؤلاء هو من المطلوبين في جريمة سبايكر وكان متخفي في دولة أخرى جارة ثم انتقل إلى مكان آخر وتم استدراجه وإلقاء القبض عليهم طيب يعني هذه العمليات كم استغرقت منكم يعني هو جهد استخباراتي دقيق كم استغرق منكم من مدة وأيضا هل هناك تعاون من قبل الاستخبارات في الدول التي لقيتم القبض فيها على عناصر إرهابية أم هي جهود عراقية خالصة بالتأكيد المدة يعني مدة طويلة هذا موضوع الاستخبارات يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى مراقبة ويحتاج إلى دعم وتبادل معلومات فاستغرق مدة طويلة عملية المتابعة وتتبع حركتهم ومكان وجودهم وفي دول أخرى أيضا لدينا تعاون كبير جدا مع دول الجوار سواء على الموضوع الاستخباراتي في موضوع الجريمة في موضوع الحدود في موضوع المخدرات في جميع المواضيع لكن هذه العملية كانت عملية عراقية خالصة تماما تم استدراج الإرهابيون فيها وإلقاء القبض عليهم في عام 2015 مثل ما ذكرت هو أحد المطلوبين في جريمة سبايكر كان متخفي في دولة ثم انتقل إلى مكان آخر وتم التركيز على هذا العنصر وتم استدراجه وإلقاء القبضيح في الحدود العراقية طيب دعنا نتوقف عند هذا الإرهابي الذي شارك بجريمة سبايكر هنا إجراءات الأمنية مستمرة لملاحقة جميع مناثذي هذه الجريمة البشعة سؤالي هو إلى أي مدى يمكن أن تقود المعلومات المستقات من الملقى القبض عليهم لا سيما الإرهابي هذا ليس الأخير إن شاء الله في الوصول إلى أطراف أخرى إلى أشخاص آخرين متورطين أكيد هو كل متهم عندما يلقى القبض عليه سيخضع إلى تحقيق معمق وتدقيق وتقاطع معلومات إضافة إلى معلومات أخرى كل هذا في حوزة الأجهزة الأمنية العراقية خصوصا الأجهزة الاستخبارية الآن تمتلك قاعدة بيانات كبيرة تمتلك مصادر كثيرة تمتلك إمكانيات كثيرة تحولت إلى عمليات نوعية إمكانياتها تطورت نستفاد من هذه المعلومات ونصل إلى هذه العناصر ونحن مستمرين في متابعتهم داخل وخارج العراقية سيد العميد هل نتحدث عن أشخاص متورطين يبحثون عن ملاذ آمن أم نتحدث عن شبكات إرهابية تبحث عن فرصة لتنشط من جديد لا لا العملية التي تمتهم كانوا أشخاص متورطين هاربين يبحثون عن ملاذ آمن الآن الأجهزة الأمنية العراقية أصبحت قوية جدا بالتالي حتى محاولات الجهات الإرهابية وتنظيم داعش يحاول يعيد نشاطه في جيوب صغيرة هنا وهناك ويقوم بتعرضات من هنا وهناك لكن إمكانياتها أصبحت شبه ضعيفة أو ضعيفة تماما في مهاجمة القوات العراقية عدا بعض المحاولات البائسة في أماكن وفي الأطراف ومستمر الأجهزة الأمنية في متابعتهم وملاحقتهم والقضاء عليهم تماما طيب يعني قد يكون سؤال يعني لم تستطع الإجابة عليه لكن بتلميح على الأقل هل العناصر التي اليوم تلاحقونها فقط مختصة بالإرهاب عناصر إرهابية أم هناك عناصر أيضا من السراق من الفسدة من الذين استولوا على أموال الدولة وأدخلوها في اقتصادات دول أخرى يعني هذا السؤال سهل ليس بالسؤال الصعب يعني بالتأكيد عمل الأجهزة الأمنية يستمر في ملاحقة كل من هو خارج على القانون سواء كان مطلوب جنائيا أو مطلوب بقضايا إرهابية أو مطلوب بما ذكرت كل من يخرق القانون يقابل بالقانون هذا واجب الأجهزة الأمنية لكن هنا مفارقة وهي إدخال هذه الأموال المنهوبة من الدولة العراقية إلى اقتصادات دول أخرى وبالتالي من الممكن أن يكون هذا الفاسد لديه حامي من قبل الشخصيات يعني تستطيع أن تحميه في دول أخرى هل اليوم أنتم قادرون على استدراجه إلى أراضي العراقية وإرقاء قضى عليه؟ نعمل بأي طريقة نستطيع أن نصل فيها إلى متهم مطلوب للقضاء العراقي ومطلوب للأجهزة الأمنية العراقية طريقة العمل أما تتم بالتتبع أو بالاستجار وبطريقة أخرى الطريقة الأخرى هناك قسم التنسيق الدولي أو الأنتربول الشرطة الدولية هناك لدينا اتفاقيات مع الدول هناك اتفاقيات إمنية هناك تبادل معلومات هناك اجتماعات مستمرة مع كل الدول التي لديها اتفاقات مع العراق فبالتالي الأنتربول أو الشرطة العربية الدولية هي تعمل أساسا على هكذا مواضيع وعلى هكذا جرائم ودائما ما تنفذ أظامر قبض وتسترد مطلوبين إضافة إلى جهودنا في مجالات أخرى سيادة العميد نتحدث أيضا عن إجراءات تحصين الحدود العراقية لا سيما الشريط الحدودي بين العراق وسوريا النسبة التي وصلنا إليها كفيلة بإيقاف أي محاولة للتسلل فضلا عن محاولات التهريب نعم شوف خلي أحشي لك عن موضوع تحصين الحدود العراقية لدينا الحدود العراقية 3719 كيلو محاطة بستة دول الدول المستقرة أمنيا لا مشكلة فيها أخطر الحدود العراقية هي مع الجمهورية السورية اللي مسافتها 650 كيلو 350 كيلو من هذه الحدود هي غير خاضعة لسيطرة النظام الموجود في سوريا خاضعة لجماعات مسلحة وأيضا هناك وجود لتنظيم داعش في الجانب السوري هناك أيضا سجون هناك مقرات في ذلك المكان عملت الحكومة العراقية ووزارة الداخلية أستطيع أن أقول في الوقت الحاضر في أفضل يعني وضع للحدود العراقية هو الوضع الموجود الآن عملنا على حفر خندق شقي بعمق ثلاثة وبعرض ثلاثة إضافة إلى ساتر ترابي بارتفاع ثلاثة أيضا ثم نرجع إلى عوارض منطادية ثم نرجع إلى جدار كونكريتي يبدأ من شمال نهر الفرات باتجاه جبل سنجار والحدود مع جمهورية السورية من ذاك المكان إضافة إلى قطعات تقع خلف هذا الجدار إضافة إلى كاميرات حرارية مؤمنة في أفضل حالة تحصين وتأمين في ذلك المكان لذلك العمليات الإرهابية انخفضت بشكل كبير وعمليات التهريب انخفضت بشكل كبير في الجنوب لدينا عمل جدا كبير استطاعت أيضا وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة كان لدينا 200 كاميرا حرارية موجودة على الحدود الآن ضفنا 464 كاميرا على امتداد الحدود العراقية أكبر الحدود هي مع الجمهورية الإيرانية 1493 كم كل هذه 1493 كم حاليا محصنة ومؤمنة حتى المسطحات المائية في شط العرب تأمينها بشكل جيد نعم العميد مقداد المسوي المتحدث باسم وزارة الداخلية وخالية الإعلام الأمني شكرا جزيلا شكرا جزيلا